اشتركوا في القناة 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 نلعب زون من نصف الملعب حسب التشكيل اللي هنزب بالزمالك لو فيه أكثر من اللعب شويت مينفعش ألعبهم بزون وده أكيد طبعاً كابتن أشرف هيخبه له منها لكن سواء لعبت زون أو لعبت مان أنا لازم أدفع كويس عشان أبقى موفق في الأوفينز المشكلة لانت برضو بالنرين انت لو ضغطت عندهم أولتر هوج بوين جارد كويس بول كنترول كويس بقدر يطلع تحت أي ضغط فممكن يطلع ويدرابك ببوسكت لأن الضغط يقفين دفاع شوي ماشي أضغط كويس مش أصلي أضغط كويس لأن أنا مدي إيدي أخد الكورة على فكرة دي من مدارس الديفنس اللي أنا بحبها أنا أضغط كويس بس ما مدي إيدي أخد الكورة لأن لما جاء مدي إيدي أخد الكورة ممكن يعني الدريبل يعدي بقى أنا أوتو بالانس 5 على 4 إيزي بوسكت لكن أدفع كويس برجلي وده دايماً أقوله اللعب الصغرين دافع كويس برجلي مش مهم أتعكم مش مهم أتعكم خلينا نشوف الثلاثة والرابعة يحصل في إيه بس خلينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنروح طبعاً لأرض الملعب ومعلقنا الكابتن أحمد منع لنقل أحداث الفترة الثالثة والرابعة فإلى هناك